بتبدأ اللعبة ويبقى دقاءه هو سوني وبيبقى قاعب في تجمع عائلة بيجيب في سيرة حد اسمه تومي فيرزاتي وبنعرف انه خرج من السجنة انه تسجل مكان سوني وهو بيقول انه احنا نعمله بقى على انه صديق قديم وهاها ويخيخ وكده يعني عشان يعمل لنا العملية اللي علاية الدور هو وكين روزنبرج محامل عين ايوه هو العبيت اللي كان في جيت اي سان اندرس ايوه المهم هتبقى هتعمل المقابلة ما تجيب فيها المخدرات اللي هو العلاء يا اخوه عشان تبقوا معي على الخط كده يعني المهم بتروح انت وروزنبرج ويتم عارف كده وبتروحوا لمكان التسليم وبتبدأوا تعملوا الصفقة بس فاك اعصابة بتدخل وبتضرب نار عليكم وبتقتل اللي معاك وانت بتقدر تهرب سبحان الله وبترجع انت وروزنبرج اللي مكان كده وبيفضل يولو البقى وانت بتهديه وبتقول له روح رايح كده يا ستا وانا هيبقى تجيه لك فهو اما بيصدق وبمي ببقى هناك بعد كده يا ستا اخير علامة بتبدأ النسخة المحسنة والمقابة عليكم يا رغم النقل بقت فاشخة بس فداكم يا ستا المهم بيجي لك علامة عن خريطة فانت بتروح عليها بتلاقي انه واسمه فبتخش وبتعرف ان هنا بقى بتعمل وبعد كده بقى بتلاقي علامة بتروح تقف فيها عشان تطلع القضة فوق وبتبدأ انك تكلم سوني وتقول له ان في عصابة دخلت في النسخة فاشخيتنا واخدت الفلوس بقى والاخو اخو وهو بيقلب عليك بقى وبيقول لك انه عايز الفلوس والاخو اخو باي شكل بقى انت بيتهديه وتقول له ما يقلاش انت هتتصرف كده كده وبتقفل السكة وبترمي الفون في الارت فع اترك عليها لحد انه بتوصل فبتخش روزنبرج وبيبقى عب بيصيح بقى وبيولو اللي الفلوس مش معانا ومش عارفين عن كي بقى فانت بتهديه وبعدها هو بيقولك ان في حفلة الكولونيل عاملها فيها كل الناس الشمال اللي في البلد وخايف روح بقى فانت بتاخد منه كرنيت دعوة وبيقولك قبل ما تمشي غير ودومك عشان ريحة بس يسته وكده يعني فانت بتقوله خالصة الفتة وبتروح على المكان وبتلبس الحتة اللي على الحبل عندك وبتروح على المكان بتاع الكولونيل وبعدها لما بتخ اللي معليك وزي كرسته وزي يوم ماكو عامل ايه وكده يعني وبعدها بتعرفه انك تبع روزنبرج وبيتقوله انك عايز اللي اخو اخو فبيقولك الناس هنا كتير فاعرفهم اوله وممكن تبدأ تعرف مين السرقة الاخر والفلوس عشان هو مشغول بقى فبينادي البنته ميرسلس تعرفك على الدنيا هنا فانت بتنشي معاها بقى وتبدأ تعرفك على الناس ده اليكس وهو عوضو في الكونجرس واللي معاه دي كان دي زعمية السيكوسيكو في المكان هنا واللي معاهم ده كينت بول ودهو الرجال اعمال الفاي سيتي كواجهة بس ومن وراء بيتجروا في الممنوعات والحاجات الزمز كده وده القائد بتاع فرقة وده بيبقى جنزل الزعيم تصوير السيكوسيكو في المنطقة وبيدخل واحد اسمه ريكاردو دياز وبتبقى هيا بقى مش طيقه فبتقفل معاك انا وبتقول لك وصلني البول بوزيشن كلوب فانت بتنزل معاها وبتاخد العربية وبتوصل على المكان وساعتها انت بتاخد اول ميت بول بول في اللعب بعد كده بتروح لي روزنبرج تاني فبتلاقيها بقى متوتر وانت داخل عليه وبتحكيله بقى اللي شفته فقه بيقفش في كنت بوله وبيقول لك ده اللي فيه مستة وممكن يبقى معاه حاجة مفتحة الحوار يعني فانت بتقول له خالصة وبتتحرك وبتروح له ويبقى هو موجود عند المالي بوكلاب فانت بتدخل هنا وبتسأل الحارس عليه وبتروح له وبيبقى هو في محاولة شرط جريقة افح فانت بتمشيها وبتمسك فيه فقه بيخاف بقى واعترف والله اسطور دار وبقوله على واحد طباخ وبيقول لك على مكانه فانت بتخرج من عنده وبتتحرك على المكان وبترو وبعدها بتتحرك عشان تاخد الفور وبيخش عليك واحد اسمه لانس وبيقول لك انه معاك ياسطا واللي يهم ويهمك لان اخوه مات في الحوار اللي انت كنت تعمله ودهر ايه يبقى في دارك فانت بتقول لك مش عايز حد انا في دارك ففاجأة بيطلع لك ناس من دارك فبتكتشفل ان عايز حد في دارك فانت بتاخده بقى من المهم يعني ما بيطلع صاحب الطباخ ده انت بيطلعه عليك وبقى فانت بيحدف لك سلاح وبيقول لك تعالوا عليك بسرعة فانت بتجري وبعدها بتقت لهم وبعدين بتجري عليه وبتاخل العربية وبتطلع على محل الاسلحة وباللقى بتعرفك بقى على الحوار ده فانا احنا الناس بتوعش افراب بقى ملاش في الكلام ده وانت بقى شدع اسلحة يا اسطا بس الله عنه فبعدها بتطلع على فوندو فبيقول لك هكلمك بعدين بقى وبيمشي وساعتها المهمة بتخلص وانت بتاعكم متين بولبل بعد كده بتروح لورزنبرج ويبقى نايم انت بتخده ليه? لان انا غاب بضاهم. فبيقى بتوطر عشان الفلوس كده واني سنة عايش على الوا فعايزك تمشيهم منهم. فانت بتقول له خلصة الفتة واسبها عليها بقى وكده يعني. فبقى بتروح للمكان الاول وتفضل تضرب في العربية بيش اكوش لحد ما بيجي واحد وانت بتهدرك بيخافه بياه. وبتروح للتاني وبتعمل نفس الحوار وبتضربه هو كمان بقى بالمرة وبتهدده لحد ما بيخاف برضه وبيهرب وساعتها المهمة بتخلص جازتا وانت بتاقي قلوب عميد بول بول. بعد كده بتروح تاني في النص بتجريك مكلمة من صحاب الشخص صاحب الفون وبتعرفوا انك اخ مع واحد من رجال اعمال اسمه افري. فبتسلم عليه وازيك استرجعوا امك وعملوا كده. وبعدها بيبدأ يكلمك عن شركة من نفسها حتى تقيدها على ارضه هو عايزة ومش عايزين يبقاها. فبيقول لك بقى انك عايزة تخش جوعة وتقلبها فوضى فانت بتقول له خالصة وتروحها لمكان وبتلبس لبس العمال وبتروحها للمكان بتاع المزاهرات وبتلع الميني جن وبم قتلتهم وبعدها بم تانية برضو يعني كده يعني بتفجل العربيات اللي المفروض تفجرها والساعتها المهمة بتخ بيك الكولونيل وبيقول لك انه عايزك في شغله ونجيب فلوش بقى ياما فانت بتقول له خالص هجيله وبعدها بتروح لأفري بعدها وبيدخلك على بيته وبيكلمك عن واحد مبوصله بتاعه هيبقى موجود في مكان الجولف في النادي بتاع المدينة وعايزك تخلص عليه فانت بتقول له بس كده يعني يا حبيب فانت اتغب بعدك بقى وبتروح وبتغير رجومك وبتلبس لبس الجولف بتاع النادي وبتروح للنادي ولما بتخش بتسيب اسلحتك برا بس عشان ده ما باكلش عايش معنا بقى فانت عملت سفرة الاسلحة ودخلت وقفت في حتة بعيدة وبين مقتلته وساعتها الموما بتخلص وانت بتاخد قمس وميت بول بول بعدها بيتسل بيك بقى حد مجهول بيقول لك على مكان فون عام تروح عليه وتبقى قاعد بتتجاوب بالعربية الفخمة اللي انت سريعه اصلا ناس طيان في الشارع وتبقى اخذ القرار انك هتروح لأفري فلما بتروح بيقول لك انه عنده مشكلة بسيطة وعايزك تحلها لوقع ان في مخطط لبناء مكان وده في طريق شركتنا وهيعمل قلق للتج فانت بتقول له خلس امعلي بعد كده بتروح لمكان العربية وبتركب فيها عشان تبدأ اتحكم في الطيار عشان تاخد القنابل واتحطها في اماجنة ومن هنا بتبدأ ارخم مهمة في التاريخ سانا عملتها عادي يعني طول مقفونة دينها جدعان والله المهمة بتبدأ تحط القنابل في اماجنها ولما بتحط هاخر القنبلة هب المبنى بينفجر وبتخلص المهمة وانت بتاخد الف بول بول بعد ما بتخلص المهمة وبتبقى تعبان وكده فبتكرر تقلقي كل نيل تطرع مفسك في اليخت بتاعه كده يعني فبتلاقي كل نيل قاعد بيأكل وبيعزم عليك فانت بتقول له شكرا وكده فبالك وتشديك اصف هخ 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 اني ياسف اني ياسف المهمة بيبدأ يقول لك على واحد من اللي كانوا معاه في الحفلة على اليخت وهو واحد للأسف هو وصق فيه هو جمزالس وبيقول لك انه عايزك تقتله فانت بتقول له الله وانا مالي علم بي انا عايز فلوزي بس لكنه بس خلص المهمة دي وانا بقى ازبط المهمة يعني بيكيسة كانت وتروح على المكان المطلوب وبتدخل وبتلاقي واقف مع انهم حراس وبيخليهم يجوموا عليك فانت بتخلص عليه هو واللي معاه بل اما بتنزل البوليس بيقى بيجروا وراك عشان انت قتلت ناس يعني سبحانه المهمة بتجرب منهم وتروح على كل نيل وساعتها المهمة بتخلص وانت بتاخد متين وخمسين بول بول بعد كده بتكمل وبتروح للكلونيل تاني وبيبقى عاب بيأكل راس في البان ومعاه شوية تفاح عشان يبلع يعني هوا ناس يا كلين فالمهمة بيقول لك انه عايزك تروح تقابل واحد فرنسي في مول واشنطن هتخب منه حاجة مهمة ليه فانت بتقوله خالشة وتتحرك على المكان وتشيب العربية هنا تفهم ليه قدام يعني وبعدها بتروح تقابل الراجل وكيس كليالة دابوي المهمة بيطلع عليكم شرطة وبينثبتوكم فهو بيهرب وانت بتجرب وابتاخد العربية لسيبتها ازو انت عرفت ليه بقى عشان تعرف توقعه بسرعة وبتعمل كده فعلا وبتاخد الحاجة اللي قاعت منه وبتهضب بيه على الكولونيل وبتخلص المهمة بعدها وانت بتاخد بول بول المهم بيقول لك انه عايزك تروح لبيات تساعده في انه يتمم الصفقة بتاعته وعين لك سلاح كده عشان تزبط نفسك باوت عرفت كده هوبا فانت بتبقى واحد عام اللي شفرت اشلحهم قطع بطاقتك فانت بتقول له خالس او خالس وتروح على المكان المطلوب وبتاخد السلاح وبعدها فجأة بتلاقي نانس داخل عليك فانت بتقول له انا خلفتك ونسيتك يا ابني فبيقولك بس كده كده انا جاي معك في الصفقة ده معاين فانت بتاخده في العربية للمكان اه مش بتاخده بمعنى تانية خالبوز المهم لما بتوصلك بتقفوا في مكان فوق وبتبدأ الصفقة وبعدين بيجي ناس تخربها عشان تسلق الفلوس وكده يعني فانت بتبدأ تقتلهم لحد ما بيجي اتنين بموتسيكلات بيسرقوا الشنط بس انتوا بتلحقوا تقتلوا واحد فيهم فانتا بتنزل بتركبوا الموتسيكل وبتجروا عراقوا بتقتلوا وبتاخد الشنطة وبترجعها الدياز وساعتها بيشكرك وبيقولك حديك الفون بقى عشان انشو لك عجبني وكذا فاهمة خلاص بقى المهمة انت بتاخد الف بول بول بعد كده بتتمشي حابة وبتنزل من الموتسيكلة فبتلاقي دياز بيتصل بيك وبيقولك تجيله عشان نعمل فلوسية هامسة وفانت اه ماجي المهم انت ببتكذبش خبر وهبا بتبقى هناك فبتلاقي دياز متعصب وقصة للتلفزيوم صابر هان عمله على حسن وخصة المهم فبيقولك بعدها انت بتشتغل لحسابي الوقت فانت بمنطقة الثقة انا بشتغل الفلوسية بيه المهم بيقولك ان في حد بيسرق من الجيلز بتاعته ثلاثة فلمان فبيقولك روح وراءه واعرفه ومين وراح فان بالزبط فانت بتقوله خالشة بتيخي وبتروح على المكان المطلوب وببص في الشباك ما بيتلاقيهوش وبعدها بتلاقيه عصوت فانت بتجري وراءه لحد ما بينزل وبيركب عربية وبيهرب فانت بتاخد البطاري وبتبشي وراءه لحد ما بيوصله بتبقى عرفت المكان وبكده المهم ما بتخلصه انت بتاخد الف ولول فبتجري على ديهاز عشان تقوله اللي شفته فبيقولك انك تروح مع لانس في الطيارة وتقتلوا اللي هناك وتاخدوا شنط سيلفوز من هناك لانس تاني تاني المهم بتروح معاه وانت طالعين بيقولك انك عارف ان هو اللي سرقك والنوعاته لاخوية وكده فانت بتقوله عارف بس انا بجريه عشان يسك فيها وبتتحركوا بعدها وبتوصلوا هناك وعدها بتبدأ تقتلهم قبل ما يفجروا الطيارة ولما بتخلص عليهم وبينزلك لانس وانت بتخش جوه وبتقتلهم واحد ولا تاني وبتطلع عالسطح وبتاخد الشنطة ولانس بيجيلك بالطيارة وبيخضك وبتهربه على مكان ديهاز والمهم ما بتخلص وانت بتاخد الفين بول بول بعد كده بتطلع على افريق عشان ازعار مرة واحدة وفضولها يا كلني بقى وكده يعني قاعد مع واحد من بتوع البزنس وكده وده اسمه وبيعنافكم على بعضه بيكلمك انه عايز منك تعمل حرب بين العصابات وبعدها بيقولك انك تروح لمكان تلبس لبس الكوبيين وتروح تخلص على حد من العصابة اللي فليتل هايتي فانت بتروح وبتلبس لبس الكوبيين وبتروح وبن بعيد بالسنايبر وبوم بتقتل الشخص المطلوب وبتهرب من المكان وبكده تكون مهمة خلصت وانت بتاخد الفين وخمسة وبعدها بتبقى مقرر انك هتروح لدياز فلما بتوصل بتلاقي دياز بتلاقي بيستدعى صفير وكده وبيقولك بقى على اسرع لانش في واي سيتي وهو عايزه انت بتقوله خالصة وانت ماشي بشخصانها مع عصفور وبيتخانق معا مش عارف يعني المهم يعني حاجة عجيبة المهم انت بتروح للمكان وبيبقى المينة بتاع واي سيتي فانت بتلاقي سلاح والليه حسن يكسن وبتبدأ تقتل فيهم وفصت المدعكة دي واحد شورتي جايب عصاية قاعد يضربني بها عموها يا عام بلاقي دمي راح الحمام خالص فبروح وحبها شفرت الدم يعني كده وبعدها بارجع بقتلهم واحد واحد وجاري بفكر لانش من التعريق دي وباخد اللانش وبطير على دياز وساعت او بيكافأك وبيديك خمس تلاف بول بول بعد كده بتروح له تاني تشوف عايز ايه بقى باللانش ده فبتلاقي مش اخصانها مع الكاسة وقام ضربه بالنار وبيقولك الفيلم اشتغل يا عمو فانت بتقوله يمكن عشان مش حاطة الفيشة مثلا عامل دماغ سر اصيل الدياز ده اوكسن ده المهم بيقولك ان فيه ناس جات باللانش بتاعهم على اساس منافسة وكده هو عايزك تاخد بقى قصة على الانش في الوجود ده وتخلص عليهم فانت بتاخد بعدك وتروح تاخد اللانش فبتقي لانس بيقولك ياسة طوى من غير كلام كتير انا جاي معك فرد فانت بتقوله ازا كان كده ماشي وبتروح على المكان قبلهم وبعدها بتبدأ تسيب لانس يسوق وانت بتقتل في كل اللي بيجي يطاردك وبعد ما بتعمل كده وبتفجرهم بترجعوا على دياز وبساعتها المهمة بتخلص وانت بتاخد عشر تلاف بول بول بعد كده بتبدأ تفكر بقى تروح لمين فبتروح للشخص اللي كان كلمك والاسمه لويس امبرتو شوف عايز ايه قبل ما بتخلص بيتصل بيك لانس وبيقعد يتكلم وبيهديك وبيقولك انا نحنل الوقت بقى نقتل دياز فانت بتكيسه وبتقوله هخلص بس اللي فيدي ونخلص عليه لان اصلا لو ما خلصنش عليه هو هيخلص عليه بعدها بتخش بتلاقي راجل بكلش كده وبتعرف ان ده اللي انت كلمته بيبقى هو لويس امبرتو بيبدأ يقولك اي هابل في اي عبطو بيقولك بقى انك واحدة نسوان بعدها بيقولك بتاعف تسوق بتقوله اه زين نسوان المهم بيقولك انه هيختبرك وهتروح لواحد اسمه ريكو هيشوف قدراتك في السوق بتاعة اللانش فانت بتقول له خالصة وبتروح وبتركب اللانش مع ريكو وبتبدأ تخش في كل اللي الموجودة قبل الوقت ما يخلص وبتعمل كده وبتخلص امه وانت بتاخد الف بول بول بعد كده بتروح للكولونيل بالمناسبة اسمه كورتيز عشان ما كنتش قلت ياه المهم بيبدأ يكلمك عن حاجات ليه فانت بتقول له اسطا انا معنديش وقت الكلام ده انا عايز فلوز ابيقولك اسمعني بس للاخر وبيقولك ان في دبابة في موكب عسكري هو عايزك تاخدها فانت بتقوله بس كده الدبابة يا سلام انا بطروح وطبعا انا عندي استراتيجية ما تخش زال الله بلاستا وتقف على العيد وبالسنايبر تقتل رجل اللي فوق الدبابة عشان باب يتفتح وبعدها تبدأ تضرب على النار تجيبه ما عندك وبعدها تطلع تجري على التانك بسرعة وما تخافش دمك هيكفي انا بعد كده بقى اخذت التانك ووديته للمكان مطلوب وفجأة كل الشرطة دي ولا كعينها شفيتك قبل كده يعني عديها المهمة ساعتها بتخلص بقى وانت بتاخد مكافعة المهمة الفين بول بول بعد كده بيتصل بيكينت بول وبيقول لك انه عنده معلومات مهمة ليك في الحوار اللي يخصك وبيقول لك تجيله عند المليبه فانت بتقول له خالصة وبعدها بتروح للرجل بتاع البيكو خونيس اللي هو اللي هو اللويس امبر بيقول لك ان فيه مصيبة ما فيش وقت للتفسير الكب بصرعة ما تغطى من العسابة وخلص عليهو فانت بتروح ولا انت فهم اي حاجة وبتروح للمكان وخلاص وبتبدأ تخلص عليه هناك وبعدها ناس من عسابتكم بتجري والسنايبر عمالي استرهم واحد وراء الثاني وسبحانه يعني محدش اخب باله منه يعني محدش اخب باله انه بتضرب المهم انت بتطلع على السنايبر بتاعك وبتخلص عليه وبعدها تبدأ تتوغل جوه وبتقتلهم وبتاخد عربية المطلوبة وبتخلع من المكان وساعاتها المهمة بتخلص وانت بتاخد الفين بول بول بعد كده بتروح له تاني بيجي لك زال فارما بلول بسرعة بيقول لك انت بقش يا استر بتشتغلك ازا عصابة فانت بتقوله انت عبيت يا استر مناهيلك انه بشتغل اللي يدفع فلول فبقول لك اه تمام فكرتك بيدخل العصابة ولا حاجة المهم بيقول لك انهم جايبين بضاعة حلوة قوي وعايزك تاخدها منهم فانت بتقوله خلص يا بوكلش وبتاخد بعضك وتروح تقابل ريكو بيقول لك يلا وكله تمام وكده ويلا بينا فبتوصلوا للمكان بتاعتبادل اللي هيخو هيخوه وبتطلع عن مين جانه وبين مقتلتهم وفجلتهم وبعدها بتخشوا جوه وبتقتل فيهم وبعدها بتاخدوا البضاعة وساعتها امت لا اله الا الله من الشرطة والعصابات بتطلبك فانت هقب بشفرة الغاء النجمات بسرعة عاني عشان كده هو وبتروح للويس بسلام وساعتها المهمة بتخلص وانت بتاخد اربعة تلاف بول 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 بيتيجي بعدها تروح للويس بعدها فبيتقل لك انك تخلص مهمات عصابة ليل هايت الاول فانت بتروح على هناك ولما بتخش تلاقي ست كبيرة وزي ما يكون خردرتك بالبيبي اللي هي عام لهولك ده تاكله انا مش فاهم ايه ده بتقول لك ان هواش هيجي على المفروض وتقول لك انها عايزة منك تجيب الهيخو ايخو اللي بيقوم متوزعين على مناطق مختلفة فانت بتقول لها خالشة طبعا زي المتخدر وبتروح على المكان الاول وبتركي العربية بالطريقة دي وهتعرف ليه بعدها وبتطلع تاخد اللي اخو اخو فهوب بيطلع لك الاف باي من حيث اللي هتدري فانت بتنزل بسرعة بتركب العربية وبتبي هزون عيفت انا كنتها كده ليه ها المهم بتروح للمكان اللي بعده ولما بتاخد الشنطة بتزيد نجامات الشرطة واللي بعدها نفس الكلام وسعتها الدنيا كلها بتطردك فانت بتحاول تزاولهم وكده وبتروح لمكانها للحجة وساعتها المهم بتخلص وانت بتاخد الف بول بول كل ده الف بس ده انا تانى ده اجرى المهم بتروح لها تاني وتديك نفس المشروب اللي مش هقول لي اسم تاني على عيب عيب يصن وبتخدرك وبتقولك ان في ناس معهم لانشات سريعة جدا وبيعملوا بقى صفقات قبلهم وبيغطوا عليهم فعايزك تاخد طيارة صغيرة كده وتحدفهم بقنابل تفكرهم انت امه واللانشات ما انت بتقول له خلص يا حاجة وبتروح للمكان وبتاخد الطيار اللي بتحكمة بيض بنوناس بغاني وبتدمر اللانشات بتاعتهم واحد ورد تاني وبتقتلهم وساعة المهمة بتخلص وانت بتاخد الفين بول بول وبعدها بتبقى مكرر انك هتروح لكينت بول عشان الموضوع المهم اللي قال لك عليه ولما بتروح بتلاقيه بيقولك ان دياس خطف لانس علشان فكر يعمل لبش عشان حوار اخوه فانت بتزنقه وبتقول له وفايد فبي يقولك على مكانه فانت بتسيبه بتروح بسرعة على مكان لانس قبل ما يقتلوه ولما بتوصل بتبدأ التواغل وبتقتلهم واحد ورد تاني لحد ما بتوصل لانس وبعدها بتاخدوه وبتقتل اللي بتقابلهم في طريقك وبتركب عربية الزبالة دي بعين عشان تقيلة ومش هيعرفوا يدمروك بسهولة لما بتوصل لانس للمستشفى بتخلص المهمة وانت بتاخدش حاجة انت يعني انت اقص صحبك اشتا عايز تاخد فلوس عيبين عيب بعد كده بتكرر انك تروح تخلص على رياز بقى طفح الكلب او كم لما بتوصل بيتصل بيك كولونيل كورتيز وبيقولك ان الفرنسيين زنقوف الياخت بتاعه وعايزة يتيجي تساعده يهرب فانت بتقوله خالصة وبتقفل السلم وعدها بتخش انت ولانس وبتاخدو اسلحة وبتكرروا وتفشخوا دياز وساعتها دياز بيعرف اللي فيها من كاميرات المراقبة وبيعرف في الحراسة فانت بتطلع الاسنايبر بعدها وبتستاذه من بعيد وعدها بتبدأ تخش وتقتل الناس اللي جوها لحد ما بتصل للباب الخلفي وبتخش القص وبتبدأ تقتل اللي بيقابلك وانت طالع السلم ولما بتوصل عندي دياز بيطلع السلاح وقالك وفات وبعدها انت بتهجم عليه وفي منتة اللي منت بتكون خلصت عليه وبيبدا بعدها يقولك هشا واشا وكده يعني اللي اسكرات الموت وبين وهب بالمسادسين في دماغه وبكده تكون استحوزت على القصر بتاعه وبكده تكون مما خلصت وانت بتاخد خمسين الف بول 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 يمتح بول سانية بس كده بس انت بتعملش لايك ليه اه اعمل لايك وسبسكرايب وده اللعنة يا استدلعنة طالع مستحوز على القصر بيتصل بيك جيستور انتو بيقولك انه عايزك في كم حاجة كده فانت بتفكسل الوقتي وبتروح لحاجة زعمة عصابة ليتل هاي ولما بتروح بتلاقي سينا بيتصل بيك وبيقولك المهمة بتخش للحاجة وبتلاقي بتقولك انها عايزك في اخر مهمة وان عصابتها دخلت في حرب مع عصابة تانية من غير اسلحة بس هم عددهم هيبقى اكبر فعايزك تروح بالاسنايبر ده تقف بعيد على بعيد كده وتساعدهم منك تخلص عليهم من غير ما يحد يشوف فانت بتقول لها خلص يا حاجة وتروح للمكان وبتقف عالصطر وبتنشن عليهم وهم تقتلهم لحدهم وتخلص عليهم كلهم وساعيتها المهمة بتخلص وانت بتاخد خمس تلاف بول بول وساعيتها مهمة الحاجة بتكون خلص فانت بقى بتفتكس ان لو سألك هيستناك بعد ما تخلص مهمة الحاجة ريه اول فانت بتروح تشوف عايز ايه فلما بتروح بتلاف نحاول الشقة تجريئة بس هم بيترقوله ويمشو بشكله كله المهم لما انت بتدخل بيقولك انه عايزك تاخد واحد من رجالته وتاخده وتروحه مع العصابة تفجره مكر عصابة ليتلهايتي فانت بتقول له خالص يا ابو كرش وبتطلع برا وبيبقى مطلوب منك تاخد عربية من بتاعة عصابة ليتلهايتي وتروح بيه على المكان المطلوب فانت بتعمل كده وبتروح وبقى العصابة بيقولك على المكان وبتروح على المقر وبعدها بتبدأوا تدخلوا بالراحة عشان ما يشكوش فيكم وبعدها بتنزلوا وبتقتلوهم وبتخش الجوة بتحط القنابل اللي معاك في الاماكن التلاتة المطلوبة وساعتها بتجري تهرب منها على سطح البيت اللي جنب المقر وساعتها المقر بيانفجر والمهمة بتخلص وانت بتاخد عشر تلاف بول بول وبعد كده انت ماشي بتصل بيك الحاجة وتقولك ان انا مش عايز انت تعرفك تاني فانت بتقفل في وشها كانت خطيبتي دي وانا معرفش وانا شفاهم بعد كده بتقرأ بتروح لقصر بتاعك تشوف الدنيا هناك فلما بتروح بتلاقي لانس وورزنبرج موجودين وورزنبرج بيقولك بقى عايشة زواء المكان بقى واي والدنيا حلوة وكده يعني فانت بتقول له سدق انك عندك كل حاجة الا الرجل المهمة بعدها بتعرف ان الناس اللي كان بتدفع درايب ليه الحماية عارف بخبر وفاة دياز ومعنوش بيدفعه فانت بتقول لهم خمس دقائق وراك بعد كده انت بتروح المول وتروح المحلات بتطرب نرعى الازاز بتاع المحلات عشان تفجره ولما بتخلص لعب بتقولك انك دلوقات تقدر تشتري اماكن تعمل منها بيزنس وساعتها المهمة بتخلص وانت بتاخد الفين بول بعد كده بتروح للقصر بتاعك تاني فبتلاقي لانس قاعد بيقشة بيقولك ان في بعض المحلات مش رادية تدفع درايب وبتقول ان في مكرارات حماية محلية هتحميهم وبقولك لا تقلك انا هزبط ديها فانت بتشتري بتقول له وبتاخد اللي معاه وتروح على مكان المحل وبتقتل الحراس اللي واقفين وبتروح للمدير وبتقول له حمايتك هست هم محتاجة حماية خالص انا مش يعني قال لك بص خالصا تجمد قفاح وكل حاجة بس هم هلس مكرارهم موجود وهيحمون وبيقولك على مكانهم فانت بتاخد بعدك وبتروح وبترميكم بلتين بتخلص على كل الموجودين وبعدها فجأة نين بيفجروا المدخل وبيخرجوا منه وبيهروا فانت بتركب متسك له وبتجروا هراهم لحد ما بتقتل اول وبعد كده بتجروا على التاني تقتلوا وساعتها المهمة بتخلص وانت بتاخد ربعة الاف بول بول بعد كده بتبقى ماشي مكرر توقح لقصرك فبتلاقي لانس بتصل بيكو بيقولك انك مش عطله وهيبته بقى وكده عوق وكده فانت بتهديه وبتقفل السكة وبتوحه لقص عشان يعني اه وبتلاقي ان اللي كنت اخدته معاك ده عمل مصيبة ومعرفش يفجر المحلات في المول صح وبقى في احماية كاملة من الجيش عليه فانتو بتفضلوا تفكروا بقى تعملوا ايه لحد ما بيجي فكرة لتومي وانكم تلبسوا لبس شرطة وبتروحها الهناك فانت ولانس بتنزله وبتعمله شغب عشان تجزبوا الشرطة وراكم للجاراج عشان تقلعهم لبسهم بقى وتاخدوه كده يعني وانت بتعمله كده بقى وبتروح على مكان المول وبتدخوله عادي جدا وبتحط القنبلة ويجري علىها وفجأة بتلاقي الشرطة وام تلاقي لها الا الله بطلتك فانت هوب شفرة الغاء النغمات في الساعة كده يعني وسته وبتروح في سلام وساعتها بيقولك ان مهمات القصر خلصت وانت تقدر تاخد في اليوم خمس تلاف بول بول من جمع الدرايب وساعتها المهمة بتخلص وانت بتاخد عشر تلاف بول بول بعد كده بتكرار تروح تشتري عقارات عشان تبدأ توسع نفوزك في المدينة فبتروح على الاول مكان بيبقى معرض عربيات وبتشتريه وبتلاقي الشخص اللي بيبيع لك بقى بيكلمك عن المكان وبيقولك انه بطلت يبيعه والله وشويتين بتوع البايعين دون وبتلاقي حد دخل بعربية المكان تحت كده بسرعة فبيقولك انه بيجمع عربيات تحت بشكل غير قانوني عشان يعمل عربيات احدث وكده وساعتها بتبقى امتلكت المكان وبعدها بتروح على مكان تاني وبيبقى مكان انت باعي الفلوس وكده وده انت المفوتك النور الشهد يعني فبتشتريه وساعتها بتبقى امتلكت وخلص وبعد كده وانت ماشي وكرر انك تروح للكورنيل كورتيز فلما بتوصل بيقولك ان بقى المفرنسيين عاملين له كمين وعايزين يخلصوا عليهم وعرف ان هو هيهرب فعايزك بقى تسعيدنا عشان اهرب بقى وكده فانت بتقول له خالس ويبدأ يهرب وفجأة بتلاقي الفرنسيين دول جنب العربيات وبدأوا يتعدوكم فانت بالميني جن وبم خلصت عليهم كلهم وبعدها بتروح تضمر المركبات اللي قدامك عشان تفتح له طريق وبعدها بيجي طيارة بتخلص عليها برضو وبعدين بيجي برضو طيارة حربية فانت بتخلص عليها برضو وبعدها خلاص بيبدأ ان هو هيخلع وبيقولك انك تاخد بقى بالك من مرسيدس فانت بتقول له بس كده انا هلوق طبعا انت عارفوا ان فيها مياهية وبكده المهمة بتكون خلصت وانت بتاعه الخمس تلاف بول بول بعد كده بتكرر تروح تشوف بقى مطبعة الفلوس اللي انت اشتريتها دي وتشوف اتشغالها ازاي فلما بتوصل بتلاقي رجل عجوز واقف جنب مكان تتباعه وبتقول بقى نتبع مجلات او جرائل وكده يعني فاقل لك لانت غالبان قالص يا ستقول له احنا بنتبع فلوس هنا فانت بتقول له اوف انا مصلحة جنب ده اوف بقى دي فبيقولك بس عايزين نعرف نعمل الكلام ده ازاي بقى بالنظام جديد وبتقولك على واحد اينه لا يرجع فتخطف مك انه مكان الشخص اللي هيقولك على الموضوع فانت بتقوله خالش يا حج يا قلبوس وبتخط بعضك وتروح على المكان وبيبقى لهو الشخص ده هو كينتبول فانت كان الع pits ودله على دماغه وبيقولك على كل حاجة فانت ب prominent تروح الى مكان الي قالك عليه ويبقى الشخص ده موجود في سفينة فانت بتقتل الحراس وبتطلع له فوقه وبتخشره وبعدها بتبدأ تهدله وبتلتاشله بالإعلام بقى فهو بقى بيعترف بكل حاجة وبعدها بتطلع وجاري بتهرب برا السفينة وبتاخد عربية وبتخلق على مكان المطبع وساعتها المومة بتخلص وانت بتاخد الفين بولبول بعد كده بتسل بيك سوني وبيقول لك وبعد كده بتكرر تخش المطبع عشان تخلص مهمتها فبتلاقي راجل يشغل معك وانت بتقول لهم تمام عصابة كورير دول انا هروح وهاجم عليهم واقتلهم واخد البضعة منهم واجه علينا خالصة وممتسناش حد اصلا نرود عليكم وتروح علي هنا وبتبدأ تقتل العصابة دي قبل ما زعيمة توصل وللما بتوصل بتحاول تقتلها لحد ما بتنجح في ده وبتاخد بضعة وبتركب عربية بسرعة وبتهرب من المكان وبتروح لمكان المطبع وساعتها بيقول لك ان المكان خلاص دار وهيبدأ يجيب فلوس بحدة اكثر 8-3 بولبول وبعدها المهمة بتخلص وانت بتاخد 5-3 بولبول بعد وقت ما زبطت البزنس بتاعك فانت بتكرر تروح لفرقة لفز تشوف مين دول وعايزين ايه ولما بتوصل كينت بولك قاعد مع الفرقة وقاعدين بيغنوا وكده ولما بتخش كينت بول بيعرفك عليهم وبعدها بيقول لك انهم محتاجين مساعدة في انك تجيب لهم شوية اخو ايخو عشان يستبحوا فانت بتقوله خلصة وتطلع على المكان وبتدقى تحرك عشان تروح للمكان المطلوب وتروح بتدز ومارة فاللي بيباعلك بيجي وبياخب منك الفلوس وبياخب بعضه وبيخلع من غير ما يديك الاخو فانت ما بتسويش بقاو بتجيه في شوال وبتاخد الاخو ايخو وبعدها بيتسول بيك يقول لك بها عايزين واحدة اضطر علينا يا رس طبعا تفهمني وكده فانت بتقوله طبعا امال وتروح تجيب ميرسيدس قلتلك هيزبطها يا ست مصدقتني كل ما ام وتروح تجيبها وبتاخدها وبترجع على فرقة لفست وساعتها المم بتخلص وانت بتاخد الفين بول بول بعد كده بتخش ليهم تاني ولما بتخش زيك يستعزي ومكو عميدي وكده يعني وبعدها بيقولولك ان في واحد عارف عنهم كل حاجة وعايز يدمر فقيتهم فهم عايزينك تخلص عليك فانت بتقول لهم خالصة وبتروحها للمكان وبتلاقي طالع وسط الناس زي اللهبل ولبس كلوت كات وومن باين دي وحاجة زي كده يعني وبقتل الناس وبهرب فانت بتركب عربية وبتجري وراه وبتفضل تضرب عليه نار لحد ما بتفجر العربية وبيموت والمهم بتخلص ساعتها وانت بتاخد اربعة تلاف جول بول بعد كده بيتصل بيك بقوله وبيقول لك انهم عايزينك تروح لصاحب عصاب الدراجين كده وعايزك تعطف وتلطف معي علشان ايه يبقى فضاري فانت بتقول له خالصة وبتروح على الراجل ده ولما بتروح بتسأل الحاس على مكانه فبيشاور لك عليه وبتلاقي بيلعب بليارده فانت بتبدأ تكلمه وبتحاول لدك نوع يبقى معكم وكده فبيقول لك انهم عيلا مع بعض ومش اي حد يخش بالسال كده فعايزك الاول توريلي نفسك وقدرتك في السوق بر فانت بتخرج وبتاخد متسكلم اللي عندهم وبتخش السباق وطبعا بيبقى اسباق تفه جدا يعني وبتكسب وساعتها المهمة بتخلص وانت بتاخد الفين بول بول بعد كده تدخل تاني فبيقول لك تلعت جامل دواس فانت بتقول لي حاكم بص انا بيبني مايه فبيقول لك بص اختبار اخير وساعتها ممكن نبقى فضل وبيقول لك انه عايز يفقد راتك وقد ايه انت بيكو خونيس وبيسخنك بقى عشان طلع برا توري المدينة دي انت مين يعني وكده فانت بتخرج ويقع مطلوب منك انك تعمل شغب في المنطقة الحادمة البار اللي في الجنب دا يتملع على الاخر فانت بتعمل كده لحد ما بيتملع وساعتها المهمة بتخلص وانت بتاخد الفين بول بول بعد كده تدخله تاني اكشنة اخلص بقى مهمته دي فلما بتخش بيقول لك جاي الدور بقى تعملينا حاجة عشان نرضها لكم فقاوي اني في واحد من عصابة تانية سرق موتسيكل وعايزك ترجع هونه انت بتقول له خالسة وبتروح وبتاخد موتسيكل واللعب وبتقول لك انك تمشي من على السلم ده عشان تروح من على السطح لان الباب الخلف مقفول فانت بتعمل كده لحد ما بتخش المقر وبتبدأ تخلص عليهم واحد ولا الثاني وبعدها بتخش تاخد الموتسيكل وبعدها بتاخده وبتمشي من الطريق ده علشان الباب بيبقى مقفول وبعدها هم بيبدأوا يطردوك فانت بتخلع منهم على عصابة الدرجين وساعتها الموما بتخلص وبيبقى كده خلاص ووافق انه يبقى في ظهركم وانت بتاخد عن مهمة اربعة تلاف بول بول بعد ما وفق بقى بتكرر تروح لفلق تلفزت عشان تاخدهم بقى على الحفلة فلما بتروح بيبقوا قاعدين متوترين لان راجل مجنون رجع تاني وطلع ما ماتش وخايفين منه وبيقول لك انهم عايزين حد ياخدهم للحفلة بس حد ي تكون ثقة وما فيش حد غيرك نسك فيه فانت بتقول لهم بس بس يا ولل الهاب ليلة وبتاخدهم ولما بتبدأ هتتحرج وتلاقي ان فيه كنبلة في العربية والكونبلة دي هتنفاجر لو بطقت الصورة فانت بتطلع على الطريق السريع وتمشي فيه لحد ما بيبطله مفعول الكونبلة وساعتها بتاخدهم المكان الحفلة وهوب هاي وكده وساعتها المهمة بتخلص وانت بتاخد 8000 بول بول وبعد كده الحمد لله يعني لقيت اخر عربية للجراج عشان يبدأ يجيب فلوس وتاخدها وبتودها هناك وساعتها الجراج ب يبدأ يطلع فلوس اقصى حاجة 1500 بول بول بعد كده عشان ما يحتاج فلوس بقى ممكن تروح هنا هتعمل سباق مدة حالة خمس دقائق وبتكسب عليها 40000 بول بول يعني اي خدمة عامل بعد كل اللي بتروح بقى بتشتري مكان التوصيل بتاع التاكسيات ولو ما بتخش الست اللي جوعها بتعرفكش وانت بتعرفها على نفسك بقى انك تومي فيرزاتي وكده يعني هو بتقول لها ان الجامعة فو الشيخة وهتقلب المكان ده هتشغل المايك وبتبدأ تقول للموجودين عنك وانك الملك الجرد وكده وساعتها بتبقى اشتريتي المكان بعد كده بتركب التاكسي عشان تعمل اول مهمة وساعتها الست بتقول لك على مكان زبون غنيز وحلاقة وعايزينك تروح توصله فانت بتقول لها خالصة وتروح هناك ولما بتوصل بيجي تاكسي تاني بيختفوا منك فانت المطلوب منك انك تخوف الشخص اللي ركب معاك تخليه ينزل من التاكسي ويركب معاك انت فانت بتعب بقى تخبط في التاكسي بتاعه وتراب على النار لحد ما بينزل وبيركب معاك وانت بتاخده وبتوصله للمطار اللي هو رايح له وزعي ده المهم بتخ عشان تشوف عايزين ايه كمان فبتبدأ بتقول لك ان في تاكسيات عاملين قلق في المنطقة وبيخوفوا اصحاب التاكسيات بتاعيتنا فعايزينك بقى يتروح تخلص عليك عشان نين المهزلات فانت بتاخد بعدك وبتروح بتفجر الاول وبتروح تعال تاني برضو تفجروا وهكذا الحد ما بتخلص عليهم كلهم وساعتها المهمة بتقلص وانت بتقول الفين بول بول بعد كده لما بترجع عشان تشوفهم عايزة عايزين ايه وبتركب التاكسي فيها بتقول لك ان مرسيد استرباك بالاسم عشان وتوصلها فانت بتقول لها خالصة وبتروح عشان تجيبها ولما بتوصل بتلاقي نفسك في مكان واسع كده ده مش مكان بتجيب منه حد يعني فانت بتبدأ تشوك فانت بتدي كلاكسي كده ففجأة الباب بيتقفل واصحاب العصابة بتانية بتاكسيات بيخشوا عليك عشان يقتلوك وانت المفروض تفضل عايش طول الوقت المحدد لك ده فانت بتفضل بقى تلفوا ده واخنية هالمونة هالمونة لحد ما الوقت بيخلص والقائد بتاعهم بيخش بالتاكسي النادر اللي هو الزبرة فانت بتفجره هو والتاكسي وساعتها المكان بتاعك بيبدأ يطلع فلوس ويبقى اقصى حاجة خمس تلاف بول بول وساعتها المهمة بتخلص وانت بتاخد خمس تلاف بول بول بعد كده بتروح على مكان انتاج السوري ولا تشتريه وبتخش المكان بيتلاقي راجل اخطب كنا عايز يعمل فيلم تزوج باني المهمة يعني من جارة تفاصيلة اسم انت ما بعجبكش الحوار وبتقول انك ساحب المكانك هتزبط الدنيا هنا وبتسيبه وبتمشي عشان تجيب نجمة الهيخة اللي في البلد ويبق اسمها كان دي فانت بتروح عليها وبتنزل تقابلها وبتقول لك سوري واكيل اعمال ليش مش هيوافق فانت بتقول لها ده قمت متديل بعدها بترجع لها وبتيجي معاك وتفتكر المكانين كورتز قالك حافظ على شرف مرسيدز فانت بتقول باس ده المكان المنسب لشغالها وبتروح لها المطعم بتاخدها من هناك وبتوديهم لمكان السيك تغفر الله وزعتها المهمة بتخلص وانت بتاخده وقال لك مش قاجل كده كده دي فلوس حرابة ليعني الباقي حلال ما مش عارف فالها بلا الله بعد كده بتروح للمكان ت تاني وبتسأل رجل عن الدنيا وكيب بيقول لك بقى ان الاتنين اللي جبتوهم جام دي المهم يعني يا شباب يعني المهمة في مخش في تفاصيل بور بيقول لك بقى انه عايز دعاية والمجلات بتاعتها وبتوصلش لحد فانت بتقوله سيب الموضوع ده علي وانت بتروح بقى بعدها بتاخد الطيارة وتاخد المجلات وبتطير وتخش في كل اللي بتقابلك عشان توزع المجلات في كل حياتة فيك يافاي سيتي وقال لها المهمة بتخلص وانت بتاخد الفين بول بول بعد كده بتروح لتاني اكش نخل اصبحت بقى المكان يعني هه بقى بتوصل بتخش يوب بيقول لك ان في رجل مهمة في البقى تعمل له معوقف الشغل وكاندي بقى تروح للوقتي وعايزك تروح تصوره معاها علشان هي تروح الصور فانت بتقوله خالسة وبتاخد الطيارة وتفضل ماشي فوق العربية اللي اخد الكاندي لحد ما بتوصله وانت بتروح على مبنى قدامه وبتطلع فوقه وبتاخد له صورتين وفجأة بيشوفك واما تلاقي لها ان الله بتطردك فانت هقوب بشفرة الغاء النجمات وكامش عايزين عبا يعني هستو بتاخد الطيارة وبترجع على المكان وساعتها المهمة بتخلص وانت بتاخدها رب عدلا بول 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 المهمة بتخشه له تاني وبيقولك ان برضو لسه عايزين يتوسع اكتر وانت شهر اكتر فانت بتسأله لو عنده فكرة فقال لك بص وقعد يحكي بقى قصة حياته فانت بتاخد بالك لما قال لك كشفات وبيجي لك فكرة وعلي كده بتوحها المكان المطلوب وبعدين بتخش الأسانسير بالموتسكة عبيد ده ولا ايه ايه امطلوب منك تنقلت منفق المباني قام نقطة كده جاندين فو الشيخة فانت بتعمل كده لحد ما بتوصل للمكان واظن الكشف ده بتاع المهمة بتحط من عندك صورة الاعلان اللي هم عاملينه عشان نتعرف الناس وساعتها بيقولك ان اشرف مكان فيه جافايز سيتي بدأ يجيب فلوس بحدة اكثر 7000 بول بول وزاعتها المهمة بتخلص وانت بتاخد 8000 بول بول كده بتكرر تروح تشتري الماليب هو كمان عشان تشوف البزنس بتاعه ولما بتشتريم يتخشه وبتلاقي روزنبيرج جوة وبيضبق مخططين انك هتسرقوا بنك بس انت عايش شخص عارف اماكن الخزنة في البنك وبيعرف يفتحها ويكون سجر فروزنبيرج قال لك على واحد بس اتروح تتحرره من السجن الاول فانت بتقول له خلصة وبتروح عشان تتحرره بقى قدامك طريقتين اياما تلبس لبس شورت وتخش متخفي اياما تخش تحنكش فانا دخلت حنكش بصراحة واخدت الكارت المطلوب وانزلت حررته واخدته جاري برا المنطقة وهب وقديته عن المكان اللي هو عايزه وبتنتهي المهمة انت بتاخد 1000 بول بعد كده ترجع للكازنة وتاني وبتخش روزنبيرج والراجل اللي انت حررته وقال لك انهم محتاجين شخص بيضرب نار كويس عشان يسبت الناس ودلوك على واحد كان عضو في الجيش اسمه فانت بتقول لهم خلصة وبتروح على المكان المطلوب وبيبقى محل بقى على اسلحة وبيتخش جوه لما بتشوفه بيتعرض عليه بقى معاكم بس هو بيحب يختبرك وبيعرف لو انت يعني بتعرف تعلي عليه في التنشين هاي معاك فانت بتبدأ وبيبقى على تلات اختبارات اللي لازم تجيب اعلى من ستين نقطة اللي هو اعلى سكور لفعل ويبقى سهل جدا ولما بتروح له بتقول له اه انا قلت ايه قال لك يا استخالصة انت جامد زحليقة وتخلص من المهمة وانت بتاخد 2000 بول بول بعد كده ترجع تاني للكازنو وساعتها لما بتوصل بيقول لك انك اخر حاجة محتاجة هو هو واحد يسوق كويس عشان نعرف نهرة ويقول لك على واحد فانت بتقول لهم خلصة ولما بتطلع بتكلمه قال لك هو عاش كل حاجة بس لازم تكسب نول في اسباح عشان اكاريزما فانت بتوافق وبترجف اجيب عربية فيك يافاي سيت هو بيركب عربية صاروخ ولما بتكسبه بيقول لك خلصة بس امان عليك عاملني واحش الوضع بيت ولا يا جدعي المهمة بتخلص وساعتها انت بتاخد 3000 بول بول بعد كده خلاص بقى بتخش الكازنو عشان تقول لهم الخطة وتروح تستقلوا البنك ولما بترسيهم على الحوار وبتاخدهم في تاكسي وتروح على المكان وبتاخدوا اسلحة ولبس وبتخلوه يمشي ويجي لما تجو خارجيه وبتروح ورا شجرة تلبسه وبعدها بتخش بتثبته الناس جوه وانت والراجل اللي حررته وبتروح تفتحه الخزنة ويقولك انه ما يعافش يفتحها وبقولك تجيب بقى المدير يفتحها معلش مش عارف انا جايبه ولازمته اي كده في الحياة مان ده مش فاهم المهم بتنزل بتجيب المدير وبعدها بتفتح الخزنة وانت بتسيبه وبتنزل ساعة فدل عشان حدش يتصل بالشرطة وفي الاخر برده واحد يعم بتصل بالشرطة وبيجو بيحصلوا المكان وانت بتبدأ تراب عليه من ناره وتخرج عشان تهرابه بعد ما اخدتم الفلوس وفاك الولاي اللي بيسوق المخصوص وبيتقتل في الاخر الله يرحمك الموزق والله المهم انت هوب بشافلة الغاء النماء بسرعة وبتاخده التاكسي وبتغربه على المكان المطلوب وساعة المهمة بتخلص وانت بتاخد خمسين الف والبول وبيقولك ان برضو الكازنة يعني بدأ يبدأ يجيب فلوس بحد اقصى عشر تلاف والبول دي بلابل يا بوي بعد كده بيتصل بيك فلو بيقولك انه حب الشغل معاك ويتمنى لو تجيله تعمل شغل كمان ساوه فانت بتكذبش خبر وبتروح ولما بتروح له وبتلاقي طالع يجري زال اللهبة لو بيسحبك معاه وبتلاقي المكان المفجر فوتفهم المجنون باختراع الاسلحة والقنابل وكده وبعد كده بيقولك ان في جماعة مكسيكية جايبين اسلحة جديدة وعايزك تروح تقتلهم وتاخد الاسلحة منه فانت بتقول له خالصة وبتروح عليهم وتفجرهم وتاخد الاسلحة منهم واحد ورا التاني وسا بتجعله تاني فبتلاقي سكران تينا وبيختبر كمبيلة تانية وبترداش تشتغل ولما بيقرب منها بيعفو انه مدازش على الصح عشان تشتغل فبيفجرها في نفسه ودعوه وبيتقطع ساعتها وبيخلوك تاخده بالعربية تؤديه المستشفى وانت سكران برضو تينا يعني بس عشان انجام تقف احفظ سواء وكده انا اوصلته بسرعة عادية وزاعتها بيقولك ان كده مكان في اللي اكتمل وتقدر تشتري اسلحة تقيلة من هنا طبعا احنا بشتركوا الكلام ده ا وقعد كده المهمة بتخلص وانت بتاخد اربعة تلاف بول بول بعد كده بقى بتشتري مكان الايس كريم اللي هو كواجهة بس لانك بتبيع اصلا في الاصل ايخو 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 وقعد ما بتاخد العربية وتعمل لك خمسين بيعا ساعتها المكان بيدور وتبدأ تجيب منه فلوس فساعتها المهمة الاخيرة واللي قبلها بتتفتح المهمة بتروحها لمكان المطبع ولما بتخش بتلاقي الرجل العجوز ملمو على الارض بيقولك ان يفير الجالة تبع سوني جوم وهددوه واخدوا منه فلوس المكان ولقى ح حين على بقى عقاراتف انت بتغضب وتروح عليهم بتفجرهم واحد ورد تاني وساعتها المهمة بتخلص وانت بتاخد تلاتين الف بول بول اللي هم اخدوهم يعني من الاماكن فانت رجعتهم لنفسك تانية تفاصيل ياستا تفاصيل تفاصيل بعد كده عشان نخلص الموضوع خالص بقى بتروح على الاصل بتاعك بعد ما لانس اتصل بيك وقالك تيجي بسرعة ولما بتوصل بيقولك ان سوني جاي وعايز فلوسه باي شكل وانتو بتتفقوا بقى انكم هتدلو فلوس مزورة لاند اللي المعانا مايكفيش وبعدها سوني بيجي وانتو بتنزلولو له علشان الفلوس وبيحصل بينكم شد وجذب بقى وكده وعاجة وكده يعني وبعدها بيطلع عارف بحوار الفلوس ومزورة وفجأة بتلاقي لانس اصلا بقى في صفه وخانك فانت بتقول أولاد الكلب دول بقى لشوني وبعدها انت بتطلع عشان تحمي فلوسك وبتقتل اي حد يفكر يجي جنبها فالحد ما بتلاقي لانس ندخل عليك وعايز يقتلك فانت بتطلع على الميني جن وبإم مفتفق تقتلك وبعدها سوني بيخش بنفسه برضو وبيبقى عايز يقتلك فانت برضو بتطلع كمان الميني جن وبتديله فتقتله وبعدها بتبقى قاعد وبيجي لك روزنبرغ وقولك يا ابنل اه انت عملت كله ازاي فانت بتقديه وبتفهم انك كده سيارته على في السيتي كلها وساعتها يستى اللعبة بتكون خلصة اتمنى لكوا قصد السلساء عجبتك ويييييييييييييييييييييييب هنا بقى قصد يا بحب اقولك إليك تعمل لايك وسبسكرايب وشيرل الفيديو عايزين نوصال بقضو كم زمان متالك بقى جدعال ويييييييي يلا بننام